عشر دقيقة كنت اتكلمت فيه قبل كده بس الناس كلها النهاردة كنا معلنين مبارح او كنا قيلين ان حيشرفنا النهاردة فريق كرة اليد لنادي الزمالك عطاء الافريقيا وغطيناهم الحقيقة بشكل قوي جدا وشفنا استقبال الجمهور في المطار عامل ازاي لفريق كرة اليد لنادي الزمالك وكان لنا الحقيقة طلبات وكلمنا مع عمود شامل طامنصور ومجلس ادارة نادي الزمالك وان يعني يحصل تكريم للعيبة دي بشكل مختلف وشكل معين ولكن واضح ان جد في الامر امور النهاردة يعني صدر تعليمات من مجلس ادارة نادي الزمالك بعدم زهورهم عبر الفضايات مبارح ايضا كان صارين في برنامج وتمنعوا النهاردة كان طالاين عندنا وتمنعوا انا الحقيقة اوجه رسالة يعني لمجلس ادارة نادي الزمالك او المشار مرتضة منصور يعني احنا بالنسبة ان احنا ما عندناش مشكلة احنا من غطي نادي الزمالك او نادي الاهلي او اي نادي كبير لندحق جمهوره علينا ولكن هي المشكلة في اللعيبة حتى المشكلة مش في الجمهور يعني مش قادرين نقول دي مش اه دي مشكلة طيب انا يعني مش عايز اقول دي مشكلة جمهور لان برضو يعني الجمهورية دي مش فرقة كورة دي فرقة كورة يد ولكن هما ابطال افريقيا هما نجوم فكان واجبنا عليهم ان احنا يعني نبروز شكلهم قدام الناس الناس النهاردة لو ما تعرفتش لو النهاردة التاريخ النهاردة والاعلام الرياضي النهاردة مداش الناس دي حقها في لحظة سيدي فريق النهاردة كان بيتسرح وفجأة بيلعب وفجأة بطل الدوري وفجأة طولة افريقيا وفجأة بطل افريقيا ويعاني من ازمات مادية ويعاني من مشاكل اهم الاستاذ مامدو عباس والنهاردة بيكسب الحقيقة في خطوة لا اجمل ولا اروع من كده يعني مشهد حضاري سفير لكرة اليد المصرية حاجة مشرفين الدنيا كلها اسامي كان لازم الناس كلها تعرفها فالنهاردة منع الناس دي من الظهور اعلاميان هو عقاب للعيبة قبل ما يبقى عقاب للجمهور احنا محتاجين النهاردة ان الجمهور ده يعني يعرف لعبته يعرف فرقته بالبلد كده العبا دي حقها تشهر حقها تبقى زعبت الكورة حقها تمشي في الشارع الناس صار معها حقها النهاردة مجلس زارة نادي الزمالك يعني بيزة التعليمات واحنا طبعا يعني بنحترم مجلس زارة نادي الزمالك والمسترمه طبعا منصور بشكل كبير ولكن النهاردة يعني هو عقاب فعلي للعيبة اللعيبة النهاردة بتعاقب النهاردة لعيبة ابطال افريقيا اكيد جاين مبسطين اه ممكن يكون النهاردة في تكريم مادي كويس جدا وده حقهم بشكل كبير جدا ولكن التكريم الادبي او التكريم الاعلامي ده شيء مهم فانا الحقيقة يعني انا شايف ان بالقرار ده مجلس دارة نادي الزمالك بيعاقب فرقته بيعاقب فرقته اللي جابت بطولة اللي حطته في حتة عالية النهاردة عدم الزهور اعلاميا او تكريم اللعيبة دي بشكل اعلامي فهو الحقيقة يعني فيه معاقبة او معاقبة كبيرة جدا للعيبة والفرقة الكبيرة دي اشتركوا في القناة